موسيقى موسيقى الكرينيوم بتتكون من تم عزوم ودرهم انهما بيحوية المخ علشان يحموه من الصدمات والثمانة عزام دول فيه منهم مزدوج يعني بيتكون من رايت وليفت وفيه منهم عزام مفردة العزام المزدوجة هو البرايتال بونز والتيمبرال بونز والعزام المفردة هما الفرونتال بون والإسمويد بون والإسفنويد بون والأكسيبتال بون عزام الكرينيوم عمتاً بيتنقسم لطبقتين طبعة خارجية الأكسترنال لير وطبعة داخلية الإنترنال لير وموجود ما بين الطبقتين نسيج سفنجي أو نسيج مسامي بيطلق عليه اسم ديبلوي قاعدة الكرينيوم بتتكون من ثلاث حفر أو سري فصة وهما الأنتيريور والميدل والبستيريور الأنتيريور كرينيال فصة أو ما يطلق عليها باسم الفرونتال فصة بتتكون من الفرونتال بون والإسمويد بون والليزر وينج أوف إسفنويد بون وبتحتوي على الفرونتال لوبس أوف زا برين اللي هو الفص الأمامي للمخ والميدل كرينيال فصة أو ما يطلق عليها باسم التيمبرال فصة بتتكون من البادي أوفز اسفنويد والتمبرال بونز وبتحتوي على كل من البتويتر جلاند والحيبوثالمس والتمبرال لوبس أوف زا برين والبستوريير فصة أو ما يطلق عليها اسم انفراتينتيريال فصة بتتكون من التيمبرال بونز والأكسيبتال بون وبتحتوي على السربيلم والبرينستيم بجميع أجزاء والمكان اللي بيتصل فيه عزام الكرينيام مع بعضها بيطلق عليها اسم السوتشر وده يعتبر المفصل اللي بيتصل من خلاله عزام الكرينيام مع بعضها وأشهر السوتشرز الموجودون في الكرينيام هو السجدة السوتشر وده اللي موجود ما بين الرايد برايتال بون والليفت برايتال بون والكورونال سوتشر وده السوتشر اللي موجود ما بين البرايتال بونز والفرونتال بون واللمضيط سوتشر ده السوتشر اللي موجود ما بين البرايتال بونز والأكسيبتال بون والسقوم السوتشر هو ده السوتشر اللي موجود ما بين البرايتال بونز والتمبرال بونز البرايتل بونز هي أكبر عزام اللي سقل وهي عزام من النوع المزدوج يعني فيه بين هرايت وليفت والبرايتل بونز بتكون الجانبين العلويين من الكرينيام وبيفصل ما بين الرايت برايتل والليفت برايتل سويتشر اسمه سيجيتل سويتشر والبرايتل بونز بتتصل من الأمام بالفرونتال بون عن طريق الكرونال سويتشر وبتتصل من الخلف بالأكسيبتال بون عن طريق اللمدويت سويتشر وبتتصل بالتمبرال بون من أسفل عن طريق الاسكوماس سويتشر ومن أهم علامات أو الاندي ماركس الموجودة في البريتال بونز هو وجود الفيرتكس والفيرتكس هي أعلى نقطة في الكرينيوم وفي الإسقال عمتا وهي أعلى نقطة بيتصل فيها عزمتي البريتال مع بعضهم ده غير أن كل بريتال بونز بتحتوي على بروز في المنتصف بيطلق عليه اسم بريتال إميننس وبيتم معرفة عرض الكرينيوم من خلال إياس المسافة بين كل بريتال إميننس في كل الجانبين والعلامات البرزة والحفر أو القنوات الموجودة على السطح الداخلي للكرينيوم والمنتشر بشكل خاص على السطح الداخلي للبريتال بونز سببها هو تطابق المنينجيال فيسلز والسريبرا الجيراي أو الصلقاي اللي هي الأوعية الدموية السحائية وتلفيف وأتلام المخ الفرونتال بون من العظام المكونة للكرينيوم ومن حيث نوعها فهي عظام منفردة يعني لا فيه من هراية ولا ليفت والفرونتال بون بتتكون من جزئين جزء فيرتكل عمودي وجزء هورزينتال أفقي الجزء العمودي بيطلق عليه اسم سكوماس بورشن وبشكل الفورهيد أو ما يسمى باسم الجبين اللي هو مقدمة الكرينيوم والفيرتكل بارت بيحتوي على الفرونتال ساينسز اللي هي الجيوب الأنفية الأمامية واللي موجودة على كل جانب من جانبين الميتساجتال بلين ومن أهم علامات أولاند ماركس الموجودة في الفيرتكل بارت للفرونتال بون هو وجود السوبرسيلياري أرشز أو ما تسمى بالأقواس الحجابية والأقواس الحجابية عبارة عن بروزين عظميين موجودين فوق منطقة الأوربت وبيتصلوا ببعض من خلال منطقة برزة للأمام بيطلق عليها اسم جلابيلا أما الجزء الثاني الفرونتال بون اللي هو الهورزينتال بارت بيطلق عليه اسم أوربتال بليت اللي هو سقف الحجاج والجزء الأفقي للفرونتال بون بيعتبر المكون الرئيسي للأنتيريور كينينيا الفوسة اللي هي الحفرة الدماغية الأمامية ومن أهم علامات أولندي ماركس الخاصة بالجزء الأفقي هو وجود السوبر أوربتال فورامين أو السوبر أوربتال نوتشز وهي عبارة عن سقوب موجودة فوق كل أوربت بيمر منها السوبر أوربتال نيرف اللي هو العصب الفوق حجاجي وبرضه من أهم علامات الجزء الأفقي للفرونتال بون هو وجود منطقة ما بين الأوربتال بليت بتسمى باسم اسمويد نوتش ودي المنطقة اللي بتستقبل الكريب ريفورم بليت الخاص بالاسمويد بون واللي هنوضحه أكتر في الجزء بتاع الاسمويد بون الاسمويد بون العزم الغربالي أو العزم المصفول في الأول احنا بحتاجين نعرف هو ليه تسمى باسم العزم الغربالي أو المصفول وده لأنه بيحتوي على سقوب كتيرة بيتخليه على شكل مصفى أو غربال والسقوب دي وظيفتها أنه بيمر منها الألياف الخاصة بالعصب الشمي والعزم المصفوي هو أصغر عزام الكرينيا البون ومنحيث نوعه فهو عزم أمبيرد يعني غير مزدوج عبارة عن قطعة واحدة مفيش منه لا رايت ولا ليفت ومنحيث الموقع فهو موجود في الأنتريور كرينيا الفوسة والعزم المصفوي بينقسم لثلاث أجزاء جزء أفقي هوريزينتال بارت وجزء عمودي فيرتيكال بارت وتو لاترال ماسز أو تو لاترال لابرينسز كتلتين موجودين على الجانب الهوريزينتال بارت أو الجزء الأفقي بيطلق عليه اسم الصفيحة الغربالية كريب ريفورم بليت وهي دي الصفيحة اللي بتحتوي على السقوب اللي بيمر منها الألياف الخاصة بالعصب الشمي والعصب الشمي هو العصب الأول من العصاب الدماغية ومن حيث نوعه فهو عصب حسي والكريب ريفورم بليت بيخرج من منتصفها نتوء عزمي بيتجه لأعلى بيطلق عليه اسم كريستا جالي والكريستا جالي بيتصل بالفرق السريبري اللي هو المنجل المخي الموجود بالنصفي المخ وبالتالي بيكون دور الكريستا جالي هو تثبيت المخ في منطقة الانتيريور كرينيا الفوسة عن طريق اتصاله بالفرق السريبري نيجي بعد كده للجزء الثاني من العزم المصفوي وهو البرتكال بارت واللي بيطلق عليه اسم بيرمنديكولر بليت وهو عبارة عن نطوء عزمي بيخرج من اسفل الكريبري فورم بليت علشان يكون النزل سيبتم اللي هو الحاجز الانفي الجزء الثالث والاخير من العزم المصفوي هو التولاترال ماسيز او لابرينسيز والكتلتين دول بيكونوا على الجانبين حاجة اسمها الصفيحة الحجاجية للعزم الغربالي لامينا بابريشيا واللي بتكون جزء من الجدار الداخلي لحجاج العين ده غير ان الكتلتين دول بيحتوي على الخلايا الهوائية الحجاجية اللي هما الجيوب الانفية واللي اسموهم اسمويد ساينس واكبر الجيوب الانفية دي بيكون اسمها اسمويد بولا اللاترالماسيز بيبرز منها نتوءين على شكل حلزوني بيطلق عليهم اسم سوبيريور وميدل نازل كونكي او نازل تيربينيتس ده غير انهم بيحتوى على الانسينيت بروسيس واللي بيكون موجود بينه وبينه الاسمويد بولا علامة من اهم علامات البرانيزل ساينسيز وهو عبارة عن جروف بيطلق عليه اسم انفانديبولام العضم الواتدي او ما يسمى باسم الاسفنويد بون هو احد العظام المكونة لقحف الجنجمة او لقبة الجنجمة اللي هي الكرنيم والاسفنويد بون هي من العظام المنفاردة اللي هي غير مزدوجة يعني يوجد منها قطعة واحدة فقط من حس الشكل فالسفنويد بون على شكل فراشة بتمتد بشكل كامل خلال الحفرة الدماغية الوسطى او ما تسمى باسم الميدل كرينيا الفصة وبالتالي بتكون جزء كبير من قاعدة الجنجمة والعظم الواتدي هو حلقة الوصل بين اعظام الكرنيم لانها العظمة الوحيدة اللي بتتصل بجميع اعظام الكرنيم تعالا بقى نشوف تكوين العظم الواتدي العظم الواتدي بيتكون من ثلاث اجزاء البادي او الجسم ليزر وينجس او الجناحين الصغيرين والجريتر وينجس او الجناحين القبار جسم العظم الواتدي بيحتوي على حفرة صغيرة اسمها السلة تيرسيكا بالعربي يعني السرج التركي واللي بتحتوي على الهايبوفيسز او البتويتر انكلاند اللي هي الغدة النخمية تحت السلة تيرسيكا بيبقى موجود تجويفين مليانين بالهواء اسمهم السفنويت ساينسيسز اللي هما الجيوب الانفية الواتدية الجدار الامامي للسلة تيرسيكا اسمه توبركولام سيلي والجدار الخلفي للسلة تيرسيكا اسمه دورسام سيلي واللي بيمتد الى الخلف هو بينتهي ببروزين اسمهم بستيرير كلينويد بروسيسز والجزء التاني من العظم الواتدي اللي هو الليزر وينجس او الجناحين الصغيرين كل جناح منهم بيكون على شكل مسلس وبيتصلوا بالجزء العلوي من جسم العظم الواتدي وبيتكون كل جناح في النهاية بروز اسمه انتيريور كلينويد بروسيسز واللي بيبقوا على محاذاة مع البستيريور كلينويد بروسيسز علشان بيتصل بهم حاجة اسمها تنتيريوم سيربيلاي اللي هنعرفها كويس في كورس المخ من اخر العلامات المميزة للليزر وينجس هو انهم بتمر منهم الاوبتيك كنال ودي القناة اللي بيمر منها كل من الافصال ميك ارتري والاوبتيك نيرف نيجي بقى بعد كده للجزء الثالث والاصعب من العظم الواتدي وهو الجريتر وينجس اوف زاسفينويد بون واللي بيمتده على الجانبين كل جانب منهم بيحتوي على ثلاث سقوب علشان يمر منهم العصاب والاوعية الدموية والسقوب دي هم الروتاندان فورامين والاوفال فورامين والسبينوسان فورامين وكل جناح من الاجناحة الكبرى بيمتد منه بروز لاسفل اسمه تيرجويد بروسس بيحتوف اوله على قناة او صوب باسمه تيرجويد كنال او الفيديان كنال واللي بيمر منها البتروسال نيرف والتيرجويد بروسس اسناء امتداده لاسفل بينقسم لجزءين جزء داخلي ميديا التيرجويد بليت وجزء خارجي اللي هو لاترال تيرجويد بليت بتتصل بيهم التيرجويد ماسلز واللي بتشارك في حركة الفك السفلي عدم مؤخرة الرأس او العدم القزالي او ما يسمى باسم اوكسيب تالبون الاكسيب تالبون بيحتل الجزء الخلفي والسفلي من الكرينيام اللي هي قبة الجمجمة وبالتالي بيكون الحفرة الدماغية الخلفية اللي هي بوستيريور كرينيال فوسة وبيحتوي على السوق العظيم اللي هو فورامين ماجنم والاكسيب تالبون هو احد العظام الغير مزدوجة المكونة لكوبة الجنجمة بيتكون الاكسيب تالبون من اربع اجزاء او الجزءين هم الاكسيب تالقوندايلز والجزء الثالث هو البازيلر بارد والجزء الرابع هو السكويماس بارد الاكسيب تالقوندايلز بيمتدوا الاسفل وبيتصلوا باول فاقرة عنقية واللي اسمها اطلس فبيتكون نتيجة اتصالهم مفصل اسمه اطلانتو اكسيب تالجويند وعلى الجانب الخارجي والامامي لكل اكسيب تالقوندايل بيكون موجود قناة اسمها هايبوغلوسة الكنال وده اللي بيمر منها العصب الاثناشر اللي هو هايبوغلوسة النيرف الجزء الثالث هو البازيلر بارد وفوكسيب تالبون موجود امام الفورامين ماجنم وبينحدر الاعلى وبيتصل بالجدار الخالفي للسلة ترسكة اللي هو دورسام سلي وفسفنية بون والمنحدر ده بيكون اسمه كليفاس اما الجزء الرابع من الاكسيب تالبون هو الاسكوينما سبارت وده بيكون الجزء المنحاني للخلف اعلى الفورامين ماجنم وبيتصل بكل من البرايتل والتيمبرال بونز والاسكوينما سبارت بيحتوي على سطح بارز للخارج اسمه اكسترنال اكسيب تالبروتو برينز اعلى نقطة فيه بيطلق عليها اسم انيون وفي الجهة المقابلة من السطح الداخلي بيكون فيه بروز اسمه انترنال اكسيب تالبروتو برينز اخر عظام الكرينيام هو التيمبرال بونز العضم الصدغي والعضم الصدغي هو عضم مزدوج فيه منه قطعتين رايت وليفت بيتحد التيمبرال بونز مع الاسفنويد علشان يكونوا الميدل الكرينية الفوسة اللي هي الحفرة الدماغية الوسطى نتكلم بعد كده عن التكوين التيمبرال بونز بتتكون من اربع اجزاء سكويماس بارت وتمبانيك بارت ومستويد بارت وبيتراس بارت السكويماس بارت بيمتد الاعلى علشان يكون الجدار الجانيبي للكرينيام وبيمتد من السكويماس بارت بروز متاجه للامام اسمه زيجوماتيك بروسس بيتصل بالزيجوماتيك بون اللي موجود في عزام الوجه فبيتكون الزيجوماتيك ارش في بداية الزيجوماتيك بروسس بيحتوي على حفرة صغيرة اسمها مندوبولار فوسة ودي الحفرة اللي بيتصل بيها الكونديلويد بروسس of the mandible علشان يكونوا مفصل التيمجي اللي هو تيمبرو مندوبولار جوينت الجزء الثاني من العدم الصدغي هو التيمبانيك بارت وده موجود تحت الاسكويماس بارت وبيحتوي على الاكسترنال اوديتريميتس اللي هي فتحة الأزن الخارجية واللي اختصارها EAM موجود خلف التيمبانيك بارت الجزء الثالث من العدم الصدغي وهو المستويد بارت واللي بيحتوي على بروز على شكل أمع اسمه مستويد بروسس بيكون على شكل أمع لانه بيحتوي من جواه على خلايا هوائية اسمها مستويد إيرسيلز وبيحتوي على جزء مهم اسمه مستويد أنترام هنفهمه كويس في كلامنا عن تركيب الأزن نيجي بقى بعد كده الجزء الرابع والأهم في أجزاء العدم الصدغي وهو البيترس بارت او ما يطلق عليها اسم العدم الصخري وده عدم قوي جدا لأنه بيحتوي من الداخل على التراكيب والأنسجة الرخوة الخاصة بالأزن الداخلية والوسطى والبيترس بارت بيبقى على شكل هرم بيتكون من ثلاث أسطح السطح الخلفي بيبقى عبارة عن الجدار الأمامي للحفرة الدماغية الخلفية وبيقع ما بين الاسفنويت بون والأكسيب تلبون وبيحتوي في منتصفه على فتحة الأزن الداخلية واللي بيمر منها العصب السابع والثامن من العصاب الدماغية ده غير برضو أن الجدار الخالفي للبيترس بيحتوي على فتحتين الفتحة الأمامية اسمها كاروتت كنال وده اللي بيمر منها الانترنال كاروتت أرتري والفتحة الخلفية اسمها جاجولار فورامين وده اللي بيمر منها الانترنال جاجولار فين الجاجولار فورامين بتتضخم وبتكون فصة اسمها جاجولار فصة واللي بيمتد منها للأمام ممر أو شرخ صغير اسمه بيترو أكسيب تلفشر وده اللي بيفصل ما بين البيترس بارت أوفزة تيمبرال بون والفورامين مجنم أوفزة أكسيب تلبون أما السطح الثاني للهرم وهو السطح السفلي للبيتراس بارت بينتهي ببروز طويل اسمه ستايلويد بروسس واللي بيتصل بمعظم عضلات اللسان وبرضه بيتصل بأربطة الهيويد بون بيفصل الستايلويد بروسس عن المستايلويد بروسس فتحة اسمها ستايلو مستايل فورامل والفتحة دي هي اللي بتكون في النهاية الفاشيال نيرف كنال نيجي بعد كده لفتحة مهمة موجودة بين جسم الستايلويد بون وبين كمة الهرم الخاص بالبيتراس بارت والفتحة او القناة دي اسمها فورامل لاسرم والفورامل لاسرم بتحتوي على غضروف وبتسمح بمرور الانترنال كروتد ارتري الى داخل الكرنيم اشتركوا في القناة